ترجمة نانسي قنقر هو حس القيادة الرفيع وشعور القائد اتجاه شعبه وحرصه على تلمس حاجاته ومتطلباته والوقوف إلى جانبه وقتما يعظم الأمر وتجلب الظروف الصعبة معها أجواء غير مستقرة في أي لحظة ليستدعي ذلك تولي شأن الرعية عبر التخفيف من وطأة أي نائبة وتحجيم تداعيات أي تكارثة مهما كان نوعها قد تحط بظلالها لتخربط أوراق العيش المعتاد في مجتمع إنساني تقوم نهضته على تماسك فئاته وحيوية قطاعاته وعافيتها في عين المقدمة إشارة فصلت على مقياس التوجيه الملكي السامي الذي حل بعوائده الإيجابية ليحاكي رخاء جيب المواطني واستقرار دخله المادي بزيادة دون نقصان ليستمر بإنتاجيته ويحافظ على رقمه في مسيرة التنمية الشاملة توجيه أقدمت الحكومة وبتنسيق تام مع الجهات المعنية على ترجمة القرارات التي يضمها بشكل مباشر والتي جاء من أبرزها التكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للمشتركين من المواطنين كافة في مسكنهم الأول لمدة ثلاثة أشهر أخرى ابتداء من شهر يوريو الحالي وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك هذه الشهور الثلاثة هي الأعلى استهلاكها نحت مدار السنف استهلاك الكهرباء لذلك مبالغها عالية فتمس جيب المواطن بالأخرى حسب ما تفضل لذلك نعتقد أننا التوجيهات السامية لجلالك الملك بالضبط أسهمت التخبيث من أعبار المواطن اليومي وأن قيام الحكومة بالتكفل بهذه أدى إلى إزالة عب مالي مستحق على المواطنين مفروض يدفعونها بس الحكومة تكفلت بالتسديدة ووفر لهم سيولة احتعادل ستة أشهر دائما ما تثبت المبادرات ثقل وزنها في ميزان إحقاق التطور والنماء داخل بناء دولة حديثة اعتادت على ترتيب دواخلها والحفاظ على تماسك لبناتها بالصورة التي يطمح إليها من ينتمون إلى كيانها لتلفزيون البحرين محمد الرشادات